صلوا على رسول الله السلام عليكم خلينا بس الاول نبدأ شفت مباراة الاهلي ازاي اه مباراة الاهلي نتيجة مرضية طبعا جدا في زل الظروف الصعبة جدا فريق بيخوض مباراة اول مباراة بيخوضها بعد فترة توقف طويلة جدا خمسين يوم الاهلي ملاقش على مباراة رسمية عنده غيابات كبيرة جدا ومقاسترة جدا في كل الخطوط الفريق المنافس على ارضه وسط جماهيره الفريق المنافس اثناء بطول كاسة جمهورة افريقية لعب سبع او تمام مباراة في الدور الجزائري يعني جاهز فريق فافضل حالاته فنيا وبدنيا ان كنت قلنا جدا على الاهلي في مباراة النهاردة لكن الحمد لله الاهلي قد ادى اداء يعني مرضي الى حد ما يعني النتيجة هي المرضية اكتر من الاداء والاهلي قدر يحافظ يطلع القمة ويحافظ على القمة مرة تانية وسهل من مهمة تأهله ان شاء الله رغم انه عنده المباراة الجاية برة مع ميدياما برة في غانا لكن من حص نحظه اوجده للترتيب جاب له كمان المباراة الاخيرة مع ينجي افريقان زينها في القاهرة فدي فرصة طيبة جدا لنادي الاهلي انه ان شاء الله يتأهل كاول مجموعة وان شاء الله برضو باذن الله يتأهل مع فريق شباب بلوزداد لانه برضو حتى شباب بلوزداد محظوظ جدا المباراة الاخيرة له والحاسمة هتكون على ارض وسط جماهير ومع فريق ميدياما فان شاء الله باذن الله الفرقتين النهاردة اه ممكن يكون شوية النتيجة مرضية لنادي الاهلي اكتر من فريق شباب بلوزداد بس هم مبسوطين انهم مع النادي الاهلي يتعدلوا ورايح جاي دي نتيجة إيجابية جدا بالنسبة لهم فرص تأهلهم كبيرة جدا طلوا مركز تاني في المجموعة بفرق النقطة واحدة عن النادي الاهلي فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انو فرموته وشوف الرغم انو قاله كتير جدا ما بيلعبش ولا مباراة رسمية لكن النهاردة شفناه احد نجوم المباراة فانا حزنت النهاردة وانا بتفرج على ياسر ابراهيم متقلقه الكبير ده قلت لو كان لابدا موجود مع محمد عب مينع في كاسر المافرقية كانت فرقت معنا كتير جدا في ظل الاخطاء الدفاعية الرهيبة اللي كان عندها منتخب مصر يعني منتخب مصر كان اسوأ خطوطه كانت خط دفاعه في بطول كاسر المافرقية خليك في الاهلي ملاقش دعو منتخب مصر ايه ليه يعني انت بتكلم على الاهلي ابا يكلم على اسوأبراهيم ابا يكلم بيليتكلم هن 정말 كل حاجة خليك في الشهر يعني انت محترض على ان الاهلي اتعادل ا ما كنت عايز الاهلي تغلب مثلا طبعا لا خالص اطلق ا impulse ليا ايه 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 الدخل اللي ملاح شدازمة دي لا لا انا كنت عايز الاهلي يكسب مش عايز الاهلي يتغلب الفرق بين اني كنت عايز الاهلي يتغلب وكنت عايزو يكسب سيئة فنيا جدا اداء خالي من التكتيك اداء خالي من اللعب الجماعي الخمسين يوم اللي غابه من نادي الاهلي عن المشاركة وعن اللعب تحس انه غاب خمسين سنة مش خمسين يوم المستوى الاداء بعيد جدا النادي الاهلي طوال تسعين دقيقة تقريبا ما وصلش للمرمى ولا شاد كورة واحدة على المرمى لا مستوى ضعيف جدا فنيا النتيجة مرضية اه مرضية لان التعادل في ظل الظروف دي جيد لكن النتيجة بشكل عام مرضية لكن اداء النادي الاهلي لا مؤشر الاداء سيئ جدا النادي الاهلي عمل معسكر في الامارات المفروض انه جاي جاهز لا لا خباك المعسكر الامارات ده كان معسكر بالنشئين يا عمر مش معسكر كان معسكر استثماري فيه فرق بين معسكر بداية موسم بكامل نجوم بتجاهز ايه عمر لاعبة جاء في المنتخب ما شهور القيمة افريقية يا عمر انت عند قيمة افريقية وتلعب بيها ثانية واحدة بس المفروض ان لعبة المنتخبات جاية جاهزة لعبة المنتخب مصر لان بتلعبوا بلى لعبة الاهلي جايين بالو ودين منتخب مصر منتخب مصر اخر مباركة لعبها امتى اكمل فكرة فضل فضل المفروض ان لعبة المنتخب جايين جاهزين انت بتجاهز اللعبة اللي مش في المنتخبات فانت عملته معسكر في الامارات لتجهيز هؤلاء اللاعبين انت انا لا شايف لا فيه تجهيز والمستوى بعيد جدا احنا بنتكلم بصراحة ممكن اجامل اقول لك الله الاهلي حلو والمحافظ على المركز الاول كل ده كويس احنا بتكلم على مستوى اداء لا يمشر بخير انا قلت لك ايه الاداء ممكن ميكونش مرضي لكن النتيجة مرضية جدا ايوة لا انا فريق بقاله خمسين يوم او خمسين يوم ملابشوا لمباراة وعنده كم الغيابات دي عنده حرص المرمى الاساسي مش موجود عنده برستهو مش موجود عنده حتى السبقات الجديدة الثلاثة مش موجودين الجداد يعني وكبال والنهاردة مستوى كانش كويس يعني موضوع الملابش كل عمره هو النهاردة بس يعني هو الحسن الوحيدة ليه انه هو طلع قرب دماغه من ستة ارضات هو على فكرة هو عالي جدا في الهواء لكن على بالقدمين ضعيف جدا خلينا في الهواء على طول بابا مش حاجة نرفع له انا شايف انه نهاردة بصراحة يعني النتيجة النهاردة مرضية جدا 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 مردية لإدارة النيادي بشكل عام ايه وطبع المتصدر لانه لو اتغلب يا عمر كان هيركم بالشاد والماتش جاي بره عمر كمان يعني كمان يعني انت خيل لو كان نهاردة لقدر الله الاهلي خسر وراح عمل نتيجة سلبية كمان في غانا غير الفوز فانا كنت شاف الاهل النهاردة لو الاهل النهاردة كان بلعب المباراة دية في ظروف طبيعية جدا وفي ظل تولي الماتشاط الاهلي كان كسب النهاردة طيب